وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية أكد أن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية أسهم في دعم ملاك السجلات التابعين للمشروع وكذلك في تسويق الأسر للمنتجاتها في السوق المحلية تم إصدار العديد من الرخص القيد العمل من المنزل لأكثر من 1400 أسرة منتجة من بداية هذا المشروع منهم من تحولوا إلى ملاك سجلات تجارية ورواد أعمال أيضا يساعد الأسرة في التسويق لمنتجاتها بسبل مختلفة بإضافة لتوفير التدريب التقصص الاحترافي على المستويين الإداري والإنتاجي ويهيئ لهم الاستفادة برنامج التأمين الاختياري في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون للأسرة المنزلية تحت مضلة خطوة للمشروعات المنزلية لاستفادة من بيت الأسرة للتمويل للمشاريع المتناهية الصغر بتمويل مشروعاته مفق وبادئ الشريعة الإسلامية ترجمة نانسي قنقر